ماذا تقول لك؟ تحق الدول نعم تحق الدول نعم تحق الدول هل تصور؟ هل تصور لك؟ لا لا فطانسيو تطورك؟ فطانسيو نظر في خصة الأشغال حيث واحد يريد التداول بأنه كان كورونا في الحي واخو يا شغل دي نقول لك الله أعلم أنا على العلم ديالي بأن هذا الحي بأن هنا الأشغال هم تي هي الأشغال رقينا من صباح كي يدخلوا الكاميوات وذلك شي دي الخدمة وهذه ودير كورونا الله أعلم ما المهم إحنا الحي تقريبا تقريبا الحي كله دار التحاليل هم تي ما ما عرفتش كي يقولوا الدو الناس بس كي يقولوا هذي ولكن نحن الحي ديالنا كله دار التحاليل آآ داوش ناس وجاء وما عرفتش فهمش هذا ولي مكلي نقول لك مهم الأشغال ها أنتك تشوف فيها راهية كاينة تشوف فيها راهية كاينة كذبت من تحضرية كذبت من تحضرية عني ما نقدرش نكذب عليك دا بقا بالصباح بالصباح بكري معاديك التمانية كتكون القاضية شوية مزيرة فهمشي كتكون القاضية مزيرة شوية وبعد كتش بدأ تطلق شوية بشوية المهم لأن الكاميوات ديال الخدمات وكي هزو السلعة وذلك الشي كيدخل المهم الأشغال كاينة فهمشي المهم على العلم ديالي أنا بأن هاد الشهادة بأن هاد الشهادة مديور على الأشغال والله أعلم ما عرفش هما كي كين يتخابوا كين يتخابوا كين يتراكس كين كل شي هما كيقولوا كيقولوا احنا مهم شوف أنا على العلم ديالي ما عرفش واش هاد الحديث واش ديرينو على ود كورونا ولا على ود الأشغال المهم الأشغال شفناها راهية كاينة والمهم انتكت شوفانتها القوة المساعدة ما عرفناش واش كي واش يزيروا الناس باش ما يخسروا وليهم جدك شي لكي يصيبو ولا هاد المهم هدا ولي كاين المهم شي ما ما نقدرش أنا نعطك شي حاجة لكسر من هاد شي المهم اللي كنشوف هي هاد مهم لي شفتانها هو هاد هاد هو بأن الأشغال كاينة والمهم ها انت دابعة كتشوف راه الناس كتخرج وكتدخل هاد ولي كين دابعة الناس بلا يصغرين كيسمعوا بأن التقدوم مسدود مطاع راه الناس كتدخول وكتخرج لأن الأشغال هي اللي مزيرة هاد شي هذا وهدا ولكينو بالنسبة لمدرسة بالنسبة لمدرسة احنا ما لوليدات ديالنا وذلك شي ما زال ما فهم شي بالنسبة لوليدات ديالنا مازال مقررش أنا الصباح بشيت المدرسة بديت البنيتة ديالي بغيت مقيدة وذلك شي قالوا لي قالوا لي بأن دوك المناطق الموبوءة راهية اللي مسدودة قاعد المناطق الموبوءة ما زال ما غير يقررش لوليد ديالهم صافي رجعت البنيتة والله القصة وإحنا هاد الشي هذا شوية ديرنا مشكل نفسانيا مليكتنا الصباح وكتلقى ذلك الحديد وهذا الشي كتحس شوية فهمتي نفسانيا كتمرد فهمتي احنا نفسانيا هاد الحديد شوية مرضنا لأننا كتنوض وكتلقى الحديد وهذا الشي فهمتي ما ما يعجبكش الحال ولكن إلا كانت الأشغال هاد الشي على راسنا وعلى عينينا فهمتي ما شي مشكل من خرجوش قع نهار يومين ماشي مشكل لأن الأشغال هاد الشي بصالح نحنا هاد الحومة ديالنا إلا تصالحات رام زيانة لين احنا يا فهمتي إلا تصالحات رام زيانة لين احنا يا أما شي حاجة أخرى ديالكورونا الله اخي الله اعلم ما عرفتش ما عرفتش طب شنو واقع في المنطقة هنا تشيبوا الناس هاك شاربوا ليكو ما عرفتش لا تشيبوا ما عرفتش أولاً قبل كل شيء عاش المالك النصحة العامة فوق الرؤوس بالنسبة للحي و الوضعية التي يتعاني منها الأحياء كاملة. ندخل الناس بدون مقابل. سدنا المحل للتجارية و مكان يبيعه و مكان ينشره. لم يكن لديك شيء آمل يحدد لك و حضنه يتحلل فيه. جاءتنا بداية من شهر ثلاثة. كانت تعدنا المثال بالنسبة للتجارة. سدنا على الحواج للبرد الصافي بشيء نضعنا فيهم. جاءتنا على الحواج للتجارة. والأزمة التي وصلنا لها كاملة. الناس يريدون أن يخرجون و سدين عنهم في الباريارات. إنسان يخرجون تحت الباريار و يبشي في الدوم. إنسان يريدون أن يخدم في ديور و سدين عنهم. لم يجب أن يتحرك. نقول للمرضا لا يكون كائنا. ولكننا لم نشتنا بعينينا هذا المرض كائنا. نرى الناس يتعاني من هذا المرض نفسان. يستطيع أن يفوت المرض و يقولوا سهلة أخرج المرض. ولكن المرض النفساني الذي سيبقى مؤثر على هذا الناس. ربما الإنسان هذا الرب من الأسرة. سيبقى مرض نفساني طول حياته. الذي سيقوم بوليداته و يكونهم إنسان مرض. لماذا؟ لأنه يقوم بشيء لكي تقدم ما تلقيه. أولادهم مخدامين. واحد وقف عليهم. يعني واحد الأزمة وصلنا لي المرض لمرض الكبير والمرض النفساني. ما لقيني شي واحد اللي غادي يتحاور معاك يوصل لك واحد الرسال يقول لك لا را كان واحد الحل. كان المرض. إنسان يتجي يبقى يقول لك. مرض دخله كورونا إلى أخر. يعني إنسان الذي يتخوف. بلا مهم مقاش فيه بلا مسلسان. دري تقفع مقاش دلاري مبقاش تقفع ضل ع البشراء. وهي كلمات كورونا كدر في الدار. حياتي يهضر علي كورونا والمرض ولسي يهضر علي كورونا. في المنزل ليتقفعون غير ثقافy أو مرض لا مستقبل الرجل هذا. وهي كلمات المرض هي اللي كان هنا. إذا انا الناس كل شي وصلوا لتحالح已经 مرحلة بلا تبقى اليومي لا يقوم في المنزل. انتقي تقول لي بيبليك كورونا و دخله إلى المنزل. لن تسلل البوطة ونقول لها كورونا واذا الانسان يقف عليك ونقول لك كورونا يقول لك أنه ليس سوقية خرية عندك واحد من المصاريف كبيرة مثلا كاري دار كاري ماحد يعني نقول لهم المرض كائن ولكن المرض الذي كائن الكبير وهو المجاعة وهو الجيب الخاوي وهو الكرامة تتهان أمام الأبناء والزوجة تقول لك أنه ليس سوقية بغيت مناكل واذا تقول لها دخلاني الدولة نحن الدولة فقراء نعاش المالك نحن شعب شعب واعي نعرفه كل شي نحن المصطحي العام لا نقدر نضحينا نقدرنا نفضل الموت وما نفضلش بما يكون مرض نفساني لا نقدرش نوصل لهذا المرحلة للإنسان اللي هو تنتظر وهذا النغي الفرج شي كاليمة تجي من المسؤولين بأننا قد ندلو لكم وليفعلو لكم ولين ندلو لكم واحد واحد اللي نبينو لكم وحد وشوي دي الفرج باش ما تقاشم معتر نفسانيا شوف الأشغال الأشغال ممكن أي حاجة أي حاجة لك أنت تكون تبني المنزل لك كنت تكون في بيت وكتصلح منزل كتصلح والسطح والسدار يعني المسائل كلها عندها حلول لدي دماغنا ممكن لدي هذا اليوم نقدر نكسي هذا الوليد أو الله قد نكسي الوليد أخر تقول لي الإصلاح فقراء ولكن نصلحنا هناك نجد هذا الناس يترزق الله وهذا ما تدريجيا لكي تأتي الإنسان أحياء ليس أحياء شوفوا يوعد نزيدك كان وحد الفرق ما هو مثلا نقول لك مثلا بسيط هذا البلوكات شوفوا يا أخوة البلوكات الإدارية أخر واحد يترزق الله عندكم الاحياء الشعبية تأتي ومساعدنا و Legends كيف يقرأوه عن قرب تأتي و أحد لحظة تقول لي اليوم أنه ما أولاد دور ما أولاد سيطرده لأولاد من المعادد ألعاب لمبارد إن يقرأ كيف تدريجيا هناك مستضم سيقرأت في الباب وقالي أنت ويأتي المرابع بالكارمة أو الشخصية لديها شخصية لأنهم لا تكون متقابة عند المساوقات الثقافية والجراج المسكيني خرج بالملابس لغاية نظيفة ويأتي خرجت حتى الضص ويأتي خرجت حتى الغريج بحال هذا كنظر ويأتي خرجت حتى الغريج بحال أنك خرجت حتى الغريج ويأتي بالنسبة للإنسان ولا يوجد شيء صديقي ليس شيء دولة بدون شعب نحن شعب ذكي يريدون المصلحة العامة ويريدون دولة دينا والفيت نسوا أشدوا من القاتل نحن شعب الحوار بمعنى الكلمة أي واحد أي إنسان أي مسؤول يجي التحاور معنا يتحاوروا معه إذا كانت دم دينا لدينا نقدر نهدير بالأجل الوطن دينا كي من كتراحزوا متشبعه قنا شبتين في المباشية نحن كنت واجدوا يعني حيال راشاد قد منطقة اللي تسارفوا هذه الأشغال وجينا عند السكيناء وعودوا منها المعاناة دينا شوكرا جزيرة مشبعة قنا شوكوه شكرا